في أحدث تطور للوضع الميداني ومع استمرار المعارك العنيف أعلنت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على منطقة بيلغرود جنوب غرب البلاد ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات حاكم منطقة بيلغرود فياتشيسلاف إغلاتكوف أفاد بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم شنته القوات الأوكرانية على مدينة بيلغرود بجنوب غرب روسيا مضيفا أن 37 من المصابين نقلوا إلى المشفى وبينهم سبعة أطفال في المقابل قالت السلطات الأوكرانية أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 77 على الأقل جراء هجوم الروسي بقنابل موجهة استهدف مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد وأصب مبنى سكنيا وملعبا مضيفا أن الهجوم نفذ باستخدام خمس قنابل جوية موجهة أطلقت من طائرات من منطقة بيلغرود الروسية المسؤول الأوكراني إيغور تيريخوف ذكر في وقت سابق أن طفلا قتل في الملعب إضافة لمقتل ثلاثة آخرين في مبنى سكني اشتعلت فيه النيران نتيجة للهجوم مشيرا إلى أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى سبعة أشخاص بعد انتشال جثة امرأة من تحت الأنقاض وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل امرأتين وإصابة أحد عشر شخصا على الأقل في هجوم شنته روسيا في مدينة سومي بشمال البلاد فيما قال الجيش الأوكراني أنه يحقق تقدما في منطقة كورسيك الروسية شكرا